ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والقرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام يا مودة يبقى التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى لما نعرفها في البداية كده والإنجيل والإنجيل اللي نزلت على سيدنا عيسى والقرآن اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب تعال نكرأ ونشوف الدرس بيقول إيه يقول لك الإيمان بالكتب هو أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى الإيمان بالكتب أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والتي تضمنت التشريعات الألوهية التي تنفع الناس وتحقق لهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة وآخر الكتب السماوية هي القرآن الكريم وقد تكفل الله تعالى بحفظه من التحريف والتبديل ليكون معجزة خالدة إلى يوم القيامة ولذلك جاءت تعاليمة صالحة لكل زمان ومكان لتحقق السعادة والخير يعني إيه الكلام ده يا مودة قلنا أن جميع الكتب السماوية التي ربنا أنزلها المفروض أننا نؤمن بها نؤمن أن التوراة نزلت من عند ربنا والإنجيل نزلت من عند ربنا زي ما بنؤمن بالمعجزة التي نزلت على سيدنا محمد وهي القرآن الكريم طيب القرآن الكريم قلنا زي ما سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين يبقى بالتالي أن القرآن الكريم هو آخر كتاب سماوي نزل من عند ربنا صح يا مودة؟ صح يا مودة تمام طيب قال لك أن ربنا حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل يعني إيه التحريف أو التبديل؟ يعني ما حدش يقدر يشيل آية ويحط مكانها آية أو يشيل كلمة ويحط مكانها كلمة ما حدش يقدر يبدل في القرآن ولا يحرف فيه أو يغير المعاني اللي جواه ربنا حفظه لحد يوم الدين طيب ربنا أنزل الكتب السماوية أو القرآن الكريم ليه؟ لتحقق السعادة والخير في الدنيا والآخرة تحقق للبشرية الخير والسعادة في الدنيا والآخرة ومعجزة القرآن الكريم قلنا أن هي خالدة إلى يوم القيامة يعني لحد يوم القيامة القرآن الكريم موجود لحد يوم القيامة طيب والكتب والثوراء اللي نزفع سيدنا قلنا موسى والإنجيل نزفع سيدنا عيسى والقرآن نزفع سيدنا محمد إذا سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد دول من قلو العزم يا أولاد اللي معاهم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم كانوا خمسة من قلو العزم سيدنا موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ونوح كان دول من قلو العزم طيب قلنا القرآن الكريم بيشمل كم سورة 114 سورة يا مودة 114 آه 114 سورة ملك دخل معي طيب 114 سورة يا مودة يبقى قلنا الإيمان بالكتب السماوية قلنا الإيمان بالكتب السماوية ده ركن من أركان إيه؟ من أركان الإيمان مش إحنا قلنا أركان الإيمان الإيمان بالله وملكته وكتبه الكتب السماوية يبقى ده ثالث ركن من أركان الإيمان اللي هي الكتب السماوية الإيمان بالكتب السماوية ده ثالث ركن من أركان الإيمان طيب تانحن طيب يا مواد ضع علامة صح أسفل العبارة الصحيحة العبارة الصحيحة هنحط لها عبارة صح ماشي مواد دا الإيمان بالكتب هو الإيمان بالكتب هو أن نؤمن بالقرآن فقط ولا بجميع الكتب السلام علي وعليكم السلام لنبدأ نحل هنبدأ بمواد دا علامة صح أسفل العبارة الصحيحة يا مواد دا الإيمان بالكتب هو أن نؤمن بالقرآن الكريم فقط لا يبقى دي عبارة مش صحيحة تبقى عبارة خاطئة ماشي مواد طيب الكتب السماوية تحقق الخير والسعادة تحقق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة يا مالك أي صح مواد دا تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل ربنا حفظ القرآن من التحريف والتبديل يا مواد دا مالك مالك أنزل الله الكتب السماوية لتدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد أي مواد دا تعاليم القرآن صالحة لكل زمن ومكان صحيح تعاليم القرآن صالحة لأيام سيدنا محمد والبعد سيدنا محمد والزمان والزمن ولادنا والزمن ولاد ولاد ولادنا والزمن لحد يوم الإيامة يبقى تعاليم القرآن الكريم صالحة لكل زمن ومكان يا مالك ومواد دا تعاليم القرآن صالحة لكل زمن ومكان في أي مكان في أمريكا في مصر في الهند في الصين تعاليم القرآن صالحة لأي مكان والأي زمان طيب صحيح ماشي مالك نعم الكرآن الكريم هو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم اي صح موادة نعم أنزل الله الكتب على الأنبياء ومين الأنبياء ومن تاني أنزل الله الكتب على الأنبياء والملائكة ولا الأنبياء والكافرين ولا الأنبياء والمرسلين يا موادة نعم أنزل الله الكتب على الأنبياء ومين الأنبياء والملائكة ولا الأنبياء والكافرين ولا الأنبياء والمرسلين أنزل الله الكتب على الأنبياء والكافرين طيب مالك نعم أنزل الله الإنجيل على سيدنا الإنجيل اللي فيه ياء نزل على سيدنا مين عيسى ولا إبراهيم ولا يونس عيسى تمام نعم رقم واحد رقم واحد رقم واحد إيه طيب مودة مودة تعليم الكرآن تعليم الكرآن صالحة لكل لكل إيه زمن فقط ولا مكان فقط ولا لكل زمن ومكان لكل زمن ومكان شكرا يا مود مالك أنزل الله الطوراة على سيدنا التوراة اللي فيه هواه ربنا أنزل الطوراة اللي فيه هواه على سيدنا مين هود ولا موسى 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 مودة نعم تضمنت الكتب السماوية التشريعات التي نقط الناس التي الكتب السماوية تضمنت تشريعات بتعمل إيه لالناس بتضر الناس ولا بتنفع الناس ولا بتضل للناس ايه مودة مودة تضمنت الكتب السماوية تضمنت الكتب السماوية التشريعات التشريعات اللي نزلت في الكتب السماوية تضمنت ايه تعمل إيه لالناس تضر الناس ولا بتنفع الناس ولا بتضل للناس قولنا ان هي بتنفع الناس يا مواني هي بتنفع الناس ماشي نعم يا ماشي قولنا ان هي بتنفع الناس يلا مالك مالك نعم هنوصل يا مالك الكتب السماوية الكلام ده هنتكلم عن الكتب السماوية الإيمان بالكتب السماوية هاختر لها ايه هاختر لها تشريعات تنفع الناس ولا في حيات الناس وآخرتهم ولا من أركان الإيمان صحيح شطر يا مالك مودة نعم تضمنت الكتب السماوية تشريعات تنفع الناس ولا في حيات الناس وآخرتهم نعم تحديد والتبدل والإزمان والمكان والإيمان السماوية ايه الرسول اللي هي القرآن الكريم حفظه الله من إيه ربنا حفظك القرآن من إيه من التحريك والتبدل سواء نحن الوقت يا مالك لو عايز تقفل المايك قفل مودة مودة نعم تضمنت الكتب السماوية نعم الكتب السماوية نزل فيها إيه تشريعات تنفع الناس ولا هاختر لها في حيات الناس وآخرتهم تمام أنت وصلتها بتشريعات تنفع الناس يبقى تضمنت الكتب السماوية تشريعات تنفع الناس مالك نعم تحقق الكتب السماوية السعادة السعادة في إيه استعادة في حيات الناس وآخرتهم تمام مودة نعم مودة الكرآن الكريم يا مودة معجزة الرسول الخالدة إلى معجزة خالدة يعني دائما دائما خالص إلى إلى التحريف والتبديل ولا إلى زمن ومكان ولا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة تمام مالك 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 نعم الكرآن الكريم حفظه الله من إيه من زمن ومكان ولا من التحريف والتبديل أنا عايزك تنطق انطق يا حبي حفظه الله من إيه ربنا حفظ الكرآن من إيه التحريف آه والتبديل والتبديل آه يعني محدش يقدر يشيل آية من الكرآن ويحط بدلها ولا حد يقدر يشيل من كلمة حتى نقطة أو يحط نقطة في حرف ما فيهش نقطة حتى ولا النقطة محدش يقدر يشيل كلمة ويحط كلمة مختلفة ولا حد يحط آية زيادة ولا حد يشيل آية أي نقص آية ماشي مودة نعم الكرآن الكريم تعليمه صالحة صالحة لكل إيه لكل زمان ومكان تمام شكتورة يا مودة يبقى تعليمه صالحة لكل زمان ومكان طيب الصفحة دي أولادة ناخدها واجب ماشي صفحة سبعة و سفتين ماشي تعالوا نرجع نحن نرجع نقول لنا نقصة زيادة لما مامتو دخلت عليه وقالت له أنه هو يستعد أنه هو يروح يصلي الجمعة مع والده وجده قال لها يا ماما استعديت وخدت شاور واغتسلت ولبست ملبس نظيفة وتعطرت وها أنا ومشت شعري لما مامتو جات تخرج ولقيت أدواته مبعصرة مامتو قالت له إيه قالت له لابد أن يكون المسلم إيه قالت له لابد أن يكون المسلم نظيفا إذا حل بمكان تركه أفضل مما كان صح؟ طيب لما رجع وقال لها لما رجع من صلاة الجمعة وقال لها أن الخطبة اليوم كانت عن النظافة فمامتو يعني انبسطت أن هي نفس الكلام اللي قالت له قبله ما يروح يصلي فلقيته الجمعة في خطبة الجمعة اتكرر الكلام تاني يعني إحنا الوقتي استفدنا من الدرس ده إن المسلم نظيف إذا حل بمكان تركه أفضل مما كان صح يا أولاد؟ مسلم نظيف إذا حل بمكان تركه أفضل مما كان طيب قلنا أنه اتكلمنا عن المسجد المسجد إيه؟ إيه ظروف حياتنا؟ بنعمل فيه إيه؟ بنصلي فيه وفيه صلاح ديننا يعني إزاي صلاح ديننا؟ يعني في المسجد بيعلمون إزاي نصلي إزاي نصوم إزاي نتوضى إمتى نطلع الزكاة؟ ونتشاور به فيه أمور دنيانا ونتشاور به فيه أمور دنيانا طيب قلنا صلاة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفزي بـ 27 درجة يبقى بـ 27 درجة يعني اللي بيصلي في جماعة أفضل من اللي بيصلي منفرداً بـ 27 مرة أو بـ 27 درجة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفزي بـ 27 درجة طيب قلنا يا أولاد إن صلاة الجماعة يعني إيه؟ يعني اتنين أو أكتر ممكن الأب والأم دول يبقوا جماعة ممكن الإمام هو واحد وراء يبقى جماعة أو أكتر أو عشرة أو مية يعني هم اتنين أو أكتر بيكونوا جماعة صلاة الجماعة تنفع فين؟ تنفع في المسجد فصح إنها تكون في المسجد أو في المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان طاهر قلنا الوضوء الوضوء يا أولاد بنتوضى إزاي؟ مين يقولي نعرف نتوضى إزاي؟ أنا يلا أول حاجة نخسل إيدينا والتاني حاجة نتموت الثلاث من الله وثالث حاجة نستنشك ثلاث من الله ولابح حاجة نخسل إيدينا ثلاث من الله جطور ونخسل إيدينا غسل إيدينا إلى المرفقين اليومنا ونمسح رأسنا مرة والأذنين مرة مرة يبقى نمسح رأسنا مرة والأذنين مرة ونخسل رجلين اليومنا واليسرة من غسل الرجلين إلى الكعبين شطور يا مالك طيب قلنا التهارة قلنا حسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التهارة فقال إيه التهور وشطر الإيمان التهور وشطر الإيمان يعني إيه التهور وشطر الإيمان تمام يعني إيه التهور وشطر الإيمان يعني التهارة نص الإيمان قلنا إن الصلاة اللي هي تاني ركن من أركان الإسلام نقولنا أركان الإسلام الشهادتان إقام الصلاة الزكاة حج البيت صوم رمضان طيب قلنا الشهادتان إقام الصلاة يبقى تاني ركن من أركان الإسلام الصلاة دي بيقولك لا تصح إلا بالطهارة والوضوء يعني ما تنفعش لما تكون متوضي وكون طاهر طب يعني ايه الطهارة؟ قلنا يعني النزافة الطهارة يعني ايه؟ النزافة ومعنى النزافة ايه؟ تنظيف الجسم بالماء الطهور اه تنظيف الجسم بالماء الطهور طيب ايه اللي بينقض الوضوء؟ قلنا بعد نواقض الوضوء ايه هي؟ او مفسدات الوضوء قلنا النوم العميق والبول والبراز وخروج الريح اللي هو استخدام الحمام يعني طيب الماء الطهور ايه هو الماء الطهور هو الذي لم يسبق استعماله من قبل يعني محدش يستخدمه قبل كده طيب ولم يتغير قلنا ولم يتغير ايه طعمه ولا لونه ولا رائحة لم يسبق استعماله من قبل ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحة يبقى الماء الطهور هو الذي لم يسبك استعماله من قبل ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائح أين نجد الماء الطهور؟ ممكن أقول أنا؟ قولي ياللي مود مياه البحر ومياه المطر ومياه البق ومياه العين ومياه النهر تمام شطور شطور يمود طيب قلنا فضل القرآن الكريم إيه؟ هو يحوي كل ما يخص ديننا ودنيانا إزاي يعني يا أولادي؟ يخص ديننا بيعلمنا فيه كل ما يخص ديننا من صلاة وصوم وزكاة وحج وكده وكل ما يخص دنيانا أنه بيحسنا على الأخلاق الحميدة زي الآية الكريمة ما قالت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر كوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم قلنا يا أولاد لو حد سخر من حد ربما أنه يكون أفضل منه عند ربنا طيب النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن فضل القرآن الكريم إيه هو؟ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف تمام يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي يقرأ في كتاب ربنا ويقرأ ألف لام ميم الألف بحسنة وربنا هيضعفها لعشر حسنات والليام بحسنة وربنا يضعفها بعشر حسنات والميم بحسنة وربنا يضعفها بعشر حسنات يبقى أنا كده كلمة ألف لام ميم بس خدت فيها تلاتين حسنة يا بل لو قرأت جزء ولا تنين أو صورة بتخب كم حسنة بكتير جيدة تلاتين حسنة تلاتين حسنة تلاتين حسنة تلاتين حسنة تلاتين حسنة تلاتين حسنة تلاتين حسنة